موسيقى وقد شهد جلالة الملك المفدى بالجهول المتميزة التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والتي أسهمت في تحقيق هذا الانجاز الرياضي البحريني 33 رياضيا مجنسا يمثلون البحرين في دورة الألعاب الأولمبية التجارية مسابقاتها في البرازيل هذه الأيام فريق لا يضم سوى بحرانيا واحدا كما كشفت عن ذلك شبكة سي أم بي سي الأخبارية الأمريكية رياضيون تم شراؤهم من مختلف بلدان العالم وكان أبرزهم العداءة الكينية روز جيبت التي فازت بأول ذهبية في تاريخ البحرين في مسابقات العدو لمسافة ثلاثة ألاف متر موانع وأما العداءة كيروا فقد أحرزت فضية سباق الماراثون رياضيون إذا مررت على أسمائهم فلن تجد بينهم سوى إسما بحرانيا واحدا وأماهم فلا ينحدر أي منهم من قرى البحرين الأصيلة مثل عالي والسنابس والدراز وحتى العاصمة المنامة فالرياضيون من أبناء هذه القرى محرومون من تمثيل بلادهم وأما مصيرهم فهو السجن والتعذيب وتحطيم مواهبهم الرياضية وبدو البحرين الرياضي إلى الأولمبياد يرأسه الجلاد ناصر حمد الخليفة نجد حاكم البحرين فهذا الفاشل الذي لم ينجح في التأهل لأي من سباقات الأولمبياد صب جام غضبه على الرياضيين البحرانيين الذين لم يكتفي بإقصائهم بل استبدلهم بمجنسين أغراب لا علاقة لهم بهذه البلاد وكما صرح بذلك الجامايكي أندرو فيشر جامايكي لم يزر البحرين سوى مرة واحدة لكنه يمنح جنسيتها وأما أهل البحرين الأصليين فتسلب جنسياتهم إنها البحرين بلاد العجائب بزمن حكم عائلة آل خليفة التي لم تتخلص من عقدتها لكونها دخيلة على هذه الديار ولذا فهي تحاول استبدال أهلها الأصليين بالمرتزقة من رياضيين ومن غيرهم مستوردين من شتى بقاع الأرض وبعد كل ذلك فهل من خيار بقي أمام شعب البحرين سوى خيار إسقاط حكم هذه العائلة الجائرة يسطل حمير يسطل حمير يسطل حمير